بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي في الله لقد خلق الله تعالى الناس جميعا لغاية عظيمة ومهمة جليلة فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين فقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولكن سرعان ما ينسى العبد هذه الغاية وتلك المهمة فانحرف عن الطريق المستقيم ويقع في مستنقع الرذيلة والمعصية والهلاك والمعصية والعسيان خلاف الطاعة أو مضادة الأمر ومعاكسته بعدم امتثاله أو بفعل ما يضاده يقال عصى العبد ربه إذا خلف أمره بأن فعل ما نهاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه أو ترك ما أمره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به لأنه اختار بذلك لنفسه غير ما اختار الله ورسوله له شرعا وهذا هو الضلال المبين قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومعلوم أن للمعاصي شؤم متنوع وخطير منه الوحشة التي تحدثها بين العبد وربه واستمراء الفواحش واعتيادها والمجاهرة بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلى المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يسطره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ثم إن المعصية سبب لهوان العبد على ربه فتورته الذلة والمسكنة قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون كما أنها تمحق البركة في العمر والرزق فإذا أعرض العبد عن الله والشغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته التي ينبغي أن يستمر